السلام عليكم للبنات اللبس عليكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير تكونوا عيتوا إن شاء الله بالصحة والسلامة وطلط العمر المهمة كيف تشوفوا في الفيديو كيف قلت لكم لم أشارك معكم هذا القطبان بولفاف صراحة جزوينين يعني ماشي شي حاجة كل شيء يعرف يسايف بولفاف يبقى كل واحد والطريقة مهم بالنسبة لي أنا يعني أنتم سوفوا معي في الفيديو أنا ما كان ما كان سلقهمش كان الناس يسلقوهم بحكم الكوليستيرول والرثيفة عند ضغط الدم و بزر تحويج كان الناس اللي ضروري أنهم يسلقوا الكبدة ودكشي عادي شويها مهم الحمد لله ما عندنا تشي واحد حاليا في الدار مغير الوالدة دي بطبيع الحال في الدار بطبيع الحمد مش اجرب الناس المهم جديد من الملحة بطبيع الحمد وصفية حومة السرق الملحة ورقة تشدنا الملحة وأنا لا أشكد بالنسبة كبتة كامون نضغط الكبتة خلاص كبتة سوف نضيف الكبدة و القلب و نضيف الكبدة سوف نضيف الكبدة سوف نضيف الكبدة سوف نضيف الكبدة سوف نضيف الكبدة قلبتها لكي تشد راسا من الجهة الاخرى سوف نقطعها صراحة لبنات ان هذا الشيء لم تكن من نهار العيد بحكم ان انا كنت مريضة يعني صراحة ما شويتش نهار العيد تقريبا شيء ثلثي ايام بحكم ان كل شيء مريض يكون في العون والله يجيب الشيفة من عنده ما اعقلناش على العيد ولك الحمد لله مهم كتبقى السنة و لا يقدر ان يدبح وكي ادي الواجب لا يكلف الله نفسا الا وسعى لا شيء حولي كبير انا اقلنا على قد الحال على قد المستطاع وصافي يعني مهم بلا دمك يحضر عيني نوليداتك اذا كان نقولوه يؤدي تهوك يؤدي هادك السنة ديالو ونطلبهم الله يقبل منه وصافي مهمة كيف تشوفو انا عاود تقطع هذه الكفدة وهذه الرية القلب ما نقطعوه شكرا سوف نفلحه حتى يدخل لي شوية طياب عافي القرد غير طيب سوف تشمع لي منذ الجهات اللي باقين خضرين سوف نعود رجعها ثاني فوق المجمر حتى تشمع ثم نقوم بعمل كيف تشمع ثم نقوم بعمل نقوم بعمل سوف نقوم بعمل الوزوينة حمار محبوض وصافي نقوم بعمل حتى نقوم بعمل نقوم بعمل من المسجل محبوض نقوم بتقريباً بقياس 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 من دلوك بقياس نظيف شحمه بقياس كون حمار نحمر حمار حمار بقياس يجب أن تكون طيباً لكي سهلاً لأنها تقلي بره طيبة يجب أن تضغط على الشحمة يجب أن تضغط على شحمة المعدة يجب أن تشاهده في الفيديو يجب أن تشاهده في الفيديو يجب أن نعود الثاني بالنسبة للعطرية يجب أن تشاهده بلفاف يجب أن تكون ملحة والكامون فقط في القرصة مثل الدك العطرية والقصبار واليزير والورقة سيدنا موسى والحية الشيخ نشاركها معكم يجب أن نصورها خطيراً لدينا كبيرة إذا أردت إلى مدهجة وكذلك في الماء يجب أن يرى الطواجن تقلع على البيض تقلع على البيض يجب أن تكون محطة في العدس في الوبيا ويجب أن يكون محطة تصوير في هذا اللقطة السيبورة لا أعطيت لها البال قطعت الكبدة ويجب أن تكون اللفف لا أعطيت لها حتى كان ملحة تقلع على البيض ويجب أن تكون الملحة ويجب أن تكون ملحة ويجب أن تكون ملحة ومسكرة ويجب أن تقوم بحظة للطفل أعطيت كل شيء لها لتقوم بحظة كيف تحمل القطب يجب أن تكون محطة ويجب أن يكون القلب اشتركنا البنات و كانت مننا هذا الفيديو تعجبكم و ان شاء الله اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و انشاركوا مع بعضياتنا اكيدنا و كانت مننا هذا الفيديو تعجبكم كيف قلت لكم و طبعا حلوث دار داركم اي حاجة اشتركوا مع بعضياتنا كنتين الناس اللي لم يعرفوش كنتين اللي ابنت اللي عاديةالله باديين في الحياة الزوجية او الكهنات لي تكون غير بنت و تريدون ان تتعلم بزدد الحويج و تتحرك في اليوتيوب و انتسهل على كل شيء انا انا اتظركت لفف و اريكم ارى ان تتصوير ليا اتظر لمرة اخرى على هذه التصوير لما تتضيف الناس انا اقوم باقف حداية انا اتظروا بسرعة لنتظر للفف لدينا نعذيك و هذا الفضاء أعتقد أيضا و هذا الأمر و لكن المهم بأنه يتجب عيد الكبير و الأضحى مهم بعد كملت ثم أضحى سوف تبقى يجب عليها في ملحة سوف نقص الملحة نحاول أن نقص الملحة لنقص الملحة قيمة نقص الملحة قيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة